عجبتني الرؤية هذه فودي أعلق عليها للفائدة لأنني أحب الرؤية لي فيها فوائد وفيها تحميس وفيها تشجع أبا أعلق عليها الحين أول أنا أصل الوتر وأدعي مرة وأم استحلمت أني أسولف مع جاري اسم حبد الرحيم أسولف معه ويضحك هل اسم الله الحسنة في الحلم تدل على الله؟ أحياناً يعني جواباً على سؤالك اسم الله يعني الاسم من أسماء الله حسنة يدل في الرؤية على الله نعم يدل لأن الشخص وحياناً صفة الشخص ملك كبا أمير بسم عبد الرحمن عبد الله عبد الرحيم نعم حياناً يدل وحياناً لا أحسب سياق الرؤية لكن الرؤية تكفيها دلالة على هالشيء هذا وتحثك الرؤية تحث على الاستمرار بالدعاء والاستمرار بحمال الخير عمال الصلاح وأنت قريب من الله سبحانه وتعالى نحسبك والله حسيبك ولا نزكيك على الله في رؤية تسرك ولا تغرك تسرك ولا تغرك هذا هذا التأويل أما الشرح أما السوالف فهي الشكوى والبث والدعاء جاء الرجل العرابي للنبي عليه الصلاة والسلام قال لرسول الله أني لا أعلم دندنتك ولا دندنتي معذ ولكني أسأل الله الجنة واستعيذ من النار فقال عليه الصلاة والسلام حولها تندندن أحياناً الدعاء يدل على الدندنة كما أن القرآن يتغنى فيه ليس منه لم يتغنى في القرآن فالسؤال المقصود به الدعاء والشكوى والبث الحزن إلى الله واضح جاري يدل على القرب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب والجار قبل الدار قالت امرأة فرعون ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة فاختارت الجار قبل الدار والجار قريب وملازم واضح وله حق فهذا الجار يدل على القرب يسألك عبادي عني فإني قريب عبد الرحيم المقصود به الرحيم الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى أما الضحك فيدل على القبول الضحك يدل على القبول نستفيد من الرؤية هل تخبر فقط لا تخبر تدل مع هذا الإخبار على القبول نسأل الله أن يتقبل لأن الله كريم سبحانه وتعالى فيقبل من الدعين ويقبل الأعمال الصالحة متى ما كان فيها إخلاص يعني متابعة للنبي أسفة السلام هذه الرؤية تدل على القبول إن شاء الله بإذن الله ونحسب صاحب الرؤية من الصالحين فأنا أقول مثل الرؤية هذه تدل أو تحث بالأصح على أن تستمر بالدعاء تستمر على الأعمال الصالحة وأن دعائك مستجاب وأن أعمالك مقبولة عند الرحمن الرحيم فأبشر بالخير وسينجلي هذا الهم وسينجلي هذه الغمة اللي عليك والضحك استبشر خير مدام أن الله سبحانه وتعالى قبل منك سيتغير حالك إلى أفضل إن شاء الله وفقنا الله إياكم عجبتني ما شاء الله الله مبارك